السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحكيه على تصريح فضل عبدالكيفي رئيس حزب أفق تونس اللي أحكيه من جديد على الانتخابات التشريعية نتائج متاحة وجدد الدعوة لانتخابات رئاسية السابقة لأوانيها يقول عبدالكيفي بأنه تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية اللي صارت في 17 ديسمبر مضيعة للوقت وللجهد ولأموال المجموعة الوطنية يعتبر عبدالكيفي أنه موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من نتائج دور لول للانتخابات وتأكيده على انتظار نتائج دور الثاني مواصلة في المكابرة وإنكار لوقع صلب ويقول نظرياً نسبة المشركة تكون أقل في دور الثاني بمختلف أنحاء العالم وأقل نسبة مشركة في العالم صارت كين في تونس وما صارتش لا في ديكتاتورية لا في ديمقراطية لعمرنا وصلنا 8.9% وحتى 11% يقول هي أقل نسبة مشركة عشناها في ديمقراطية نشأة كنا بصدد بنائها بفاتورة بغضة اقتصادياً واجتماعياً منذ 12 عام عبدالكيفي يذكر بتليثة اقتراحات كين قدمها للخروج من الأزمة هي إيقاف المسار السياسي والانتخاب الحالي تركيز حكومة طوارئ اقتصادية وتنظيم انتخابات رئاسية سيبقة لأوانها يقول في نفس الوقت أن إيقاف المسار السياسي والانتخاب وتنظيم دور ثاني إذاعة جهد ووقت وفلوس الشعب التونسي يقول احنا مشاكلنا تتمثل في صندوق النقد الدوري عجز في ميزانية الدولة مواد أساسية مفقودة ولكن احنا منشغلين بأمور كما هك يقول اينا طلبت أنه من ضيعوش الوقت والجهد في التسعين في الميام التونسة عبروا على رفضهم المسار الحالي ويقول هذا يعني أنه العودة إلى مقابل 25 جوليا لا ويقول اينا لا أشاطر موقف جبهة الخلاص فنحن لما حدث 25 جوليا قلنا أنه ذلك يمثل صدمة إيجابية ولم نكن نعتقد أن يبلغ الأمر حد الأمر 117 اللي هو أمر سلطان عثميني يقول يقول إذن يجب إيقاف المسار هو ماضي على الوقت حصل ما في الصدور لا يمكن المواصلة بهذه الطريقة الانفرادية وتقسيم التونسة فنحن نتوجه نحو كارثة اقتصادية ونحو الإفليس بخصوص الاقتراح الثاني حكومة طوارئ اقتصادية يقول عبد الكيف أنه يتعين أنه تكون حكومة مصغرة 15 وزير كل وزير يكون مطلع متفهم لدوره للقطاع ليطلع به ويقول لازم نعمل انتخابة رئاسية سابقا لقوانها ويقول تم انتخاب قيس سعيد حسب 2014 وبأنه أضعف الإيمان في إطار مقتضيات الدستورة الجمهورية الثالثة التجديد الشرعية امتعه في نفس الإطار نلقى محمد عبو الوزير السابق إن شاء اليوم تدوينة على فيسبوك أحكي فيها على أسباب الأزمة في تونس السيناريو الأفضل لخروجها من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويرى محمد عبو أنه نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أنه قيس سعيد فقد الأغلبية اللي دعمته ليلة 25 جويلية لأنه يقصت من إمكانية إصلاح أو دعم قبل 25 جويلية كتب تدوينة قال فيها أتمنى من كل قلبي أن يغادر قيس سعيد الحكم طوعا بعد أن يعلن من جهته إلغاء الوثيقة لأصدرها بعد استفتاء باطل والمرسوم عدد 55 المتعلق بالانتخابات والأمر 117 لسنة 21 يقول عبو أنه فما خريطة الطريق تخرجنا من الأزمة هذه يقول أنه لم تنتهي بمجرد العودة إلى نقطة الصفر يقول الأزمة هيش بشتوفة غادي العودة إلى نظام ديمقراطي ولكنه فاسد وفاشل يقول هذا يمينجمش حللنا المشكلة يقول أنه البلاد اليوم تحتاج لقلة تؤمن أنه التغيير ممكن رغم صعوبته الآن وأنه الوطن يحتاج تضحية وأنه البلاد تقت ستعمل وتبدأ في وضع الحلول وخاصة في تنفيذها ذيك تتحرر من قبضة الفاسدين وحالما يشعر جميع العاملين في شأن العام بأن القانون يراقبهم ويحاسبهم وأنه فرص الإفليت من قبضة ضعيفة وأنه لا أمل لهم إلا في العمل بإخلاص وجدية لنيل المراتب اللي يحبوا يصلولها يقول محمد عبوب أن الحل العام موجود هو العودة لدستور 2014 ولهيئة الانتخابات الشرعية وللمجلس الأعلى للقضاء وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في ظل القانون الانتخابي قبل تنقيح الأخير يعني قبل ما ينقحوا قيسس عيد والشروع الفوري في محاكمات يقصى منها القضاء أو القضاءات سامحوني اللي فرطوا في استقلاليتهم في أي عهد من الحهود سواء في عهد بن علي ولا في عهد قيسس عيد ويرابي أنه هذا الكل لن يحدث إلا بتعاون وانضباط من أمن يوفر المعلومة وينفذ تعليمات القضاء بمساعدة من الجيش عند الضرورة ودون تدخلهم جميعا في السياسة ودون تدخل السياسيين فيهم فيما يتعلق بهذه المهمة حسب التعبير امتعويجي هذية في ظل البيانمتع المكتب التنفيذي وتصريحات نوردين طبوبي لقول بأنه المسال الحالي لن يؤدي إلى أصلاح البلاد والاتحاد سيلا عبدالور الوطني الاتحاد عنده مبادرة بيشي قدمها في القريب العاجل بيشي عملوا اجتماعات في كل الجهات وبيشيخرجوا بوثيقة فيها حوار معناها الناس اللي تنجم تلتقي مع اتحاد شغل تكونوا معنيين كما المنظمات كما بعض الأحزاب فقط هو يقول أنه الأحزاب اللي تورثت في العشرية السابقة واللي ما تؤمنش بـ 25 جوليا ما هيش معنية كما مثلا جبهة الخلاص ما هيش معنية وغيرها وبيش يتناقشوا على الخروج من الأزمة بما في ذلك حكومة إذا كان رئيس الجمهورية يقبل اللي يتحاوروا معاه ما فما حتى حال لازمه يقبل إذا مقبلش فهذا بشي الاتحاد يعني بشي يخذ على عاتقه المهمة هذه وممكن نشوفه تطورات يعني في الهيامات الجاية الطب هو بيقول بأنه المسار السياسي اللي تم انتهجه ما هوش بشي يصلح البلاد وجه دعوة للنقابيين لتكثيف العمل الميداني من أجل الاستعداد للعب الدور الوطني وحسب جريدة الشعب اللي هي ناطقة باسم اتحاد الشغل فطبوبي قال بأنه الوضع الحالي يستوجب التحرك ودعا النقابيين لتكثيف العمل والاستعداد للعب الدور الوطني المحمول على منظمة في حجم الاتحاد العامة تونسي للشغل طبوبي شدد على أن موقف اتحاد شغل كان واضح منذ البداية وهو رفض العودة إلى الوراء وقال أنه المسار السياسي اللي تم انتهجه لا يؤدي لأسلاح البلاد لا العودة إلى الوراء ولا المواصلة بنفس هذه الأليات اتحاد شغل إلى اليوم ما زال يؤكد أنه معه مسار 25 جويل ولكن الأليات والقرارات هذه هي اللي عندهم عليها احتراز ويقول الطبوبي أنه الاتحاد ليس من طلاب السلطة وأنه بشيقون بدوره الوطني اللي اتدفع في اتجاه الإصلاح الشامل للبلاد ونذكروا أنه اتحاد الشغل كان نظم مع الأعراف والمحامين والرابطة الحوار الوطني وتحصلوا وقتها على جائزة نوبل لأسلين وقت لي جنبوا البلاد مأزق كبير بعد الاغتيالات السياسية اللي صارت في 2013 انتهى بتشكيل حكومة مهدي جمعة وقت حكومة تكنقرات ومن بعد مشينا لانتخابات تشريعية ورئاسية في 2014 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة